من الأكلات الطيبة والسريعة اللي دائما نحب نعملها لما نكون مستعجلين ومحترين شو نطبخ هي صنية الكفتة بالبطاطا اعملناها مع بعض قبل هيك بصوص لطحنية واليوم رح نعملها بصوص الطماطم ولا أطيب يا جماعة فيلنا نبلش نص كيلو لحمة مفرومة حننزل عليها بقدونس مفروم بصلة مفرومة رشة ملح ورشة فلفل أسود بدعكها كتير منيح بعدين بنزلها بالصنية وبفردها وبشكلها بهاي الطريقة بحطها بالفرن من 10 دايل لربع ساعة عالرفة الوسط النار من أعلى لتعطيني تحميرة ولون حلو بهالوقت رح نحضر السوس حبة بندورة معلقة صغيرة ملح ربع معلقة صغيرة فلفل أسود كوب مي ومعلقة كبيرة معجون طماطم على الخلاطة بنفرمها وهيك صارت جاهزة وهيك الكفتة بعد ما طلعناها من الفرن شوفوا من شاء الله اللون والتحميرة والروائح رائعة بالنسبة للبطاطا قطعت شرائح ورشتلها ملح وفلفل أسود مع لقتين زيت وشويتها بالإيرفراير أو ممكن تقلوها أو تشغوها بالفرن وبعدين رح أصوف شرائح البندورة وآخر شي رح حط شرائح الهالبين ورح تعطيها نكهة كتير طيبة ممكن تستخدموا الحار أو الحلو مثل ما بتحبوا وبعدين مننزل صوص الطماطم ومنحطها بالفرن على حرارة 200 مياوية النار من أسفل من نص ساعة على 45 دقيقة لتتسبك معنا وبعدين منحمرها وهيك بتكون جاهزة معنا ولا أطيب ممكن تاكلوها مع رز أو خبز وصحتين وألف عافية ترجمة نانسي قنقر